موسيقى 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 قلت مثلاً عاوتاني واحد نوبا كان جواه في البرلماني في رئاسة محمد جلال السعيد ومن بعد ما اتصل الى الاستقبال وذلك الشي خرج معهم دارهم زيارة في في البهو دي البرلمان وذلك الشي وصل معهم بتالباب قالوا ما انديروا شي صورتي تكارية وذلك الساعة ما كانش مصور في البرلمان دار في رئيس الديوان قالوا عايت المصور هدك عارف مكيش مصورش هده يعمل خرج الشارع عند هدك المصور اللي كيصور الحمام ودكشي الناس مع الحمام يلا سربي سربي الاخير يجابوا هده خدات لحظة باش يجيبوا ويدخلوا هده هده كيدخل قالوا انت يا فان ما كان عايته ما كان لقاوك شاي كتب لي بيهتقى هو مش يحتمو الضفة البرلمان حدث اخر وقع في يام جلال السعيد التهوى انه كان جاوه في البرلماني الصيني وكان ستقطع العلاقات ديبلوماسية مع الصين لانه من يبغى يجي الجامع مع المقربين دياله غادي يجي ادى رئيس برلمان الصيني قصنا نديقل له شي هدية شنو ادى جا واحد قل له وديه هما تي قدس الصاموراي احنا عدنا السيف نهديه لهم سيف قالوا في غراسة كلف واحد مشاوش رأوا سيف في صندوق صعبوا من بازار جا كانت تبدل الكلمات وكانت تبدل هذا يعطى هدية الرئيس هدى له السيف هدى يجبدي حل السيف ما بغاش يجبديه من ألطاف الله انه رئيس برلمان الصيني قصير جلس ساعد سباك الله بدي نشد هدى بوحد من منطرة كان غادي يطير له الراس ما تحلو هدى احداث ساعدية دا مثلا السبوب الحرز كي يمنع برلماني باش ما يدخلش النهار الفتي تتاح البرلمان كي يكون الأجهزة المراقبة ودك شي باش اللي كان دايز هدك شي كي يغوت هدك بدا يقلبوه معادي شاي كده الاخير اطروا باش يديوه المكتب للأمن باش يشوفوا شنا هده هده الحرز هده يعني مع كامل أسف من البرلماني كونة بمساوة